السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اذا اعزائي التلاميذ فيما يخص فقط تكميلة الفيديو اللي تحدثنا عليها اه تحدثنا فيها قبيلة حبي نقول لكم برك فيما يخص على الالاج النظري لانه اه انا اه انا رفعت الفيديو وبعد رقيت بلي انه الفيديو ما كملش على هذا حبي اول حاجة ندروه اول حاجة نقوم بحقن الانزيم نقوم بحقن الانزيم وريديا المعناها في الوريد مباشرة اي في الدم الشيء الثاني انه نقوم بتحفيز الخلية على إنتاج البروتين هذا فيما يخص العلاج النظري نقطة أخرى أريد أن تحدث لها فيما يخص البكتيريا البكتيريا هذه هي عبارة عن مستضب والبكتيريا هذه تعالج بالمضادات الحيوية طريقة عمل المضادات الحيوية هذه أنها تقوم بالعمل على إيقاف عملية تركيب البروتين الخاص بالبكتيريا إيقاف تركيب البروتين الخاص بالبكتيريا على هذا كي يقول كياتوكم دائما كياتوكم بكتيريا ويقول لكم من لي هذه البكتيريا وضعناها مع مضادات حيوية عرفوا بلي أن المضادات الحيوية هذه طريقة العمل تحتها هذه طريقة العمل تحت تتمثل في منع البكتيريا من إضافة في منع البكتيريا من وضع من تركيب البروتينات الخاصة بها هذا الشيء اللي حبيت نحكي فيه كان شيء آخر كذلك هو أنه فيما يخص كتابة نص علمي في الجيولوجيا دائما عندكم مقدمة في المقدمة نكتب عنوان الوثيقة بعد ذلك عدنا العرض ثم الخاتمة إذن في المقدمة مثلا في الجيولوجيا المقدمة اللي يجب أن تكتبها عدنا المقدمة اللي يجب أن تكتبها مثلا أن القشرة الأرضية كانت عبارة عن كتلة واحدة تدعى بانجيا قبل 250 مليون سنة أن فصلت إلى عدد صفة إحتقتونية مشكلة القشرة الحالية بعد تنطرح السؤال لما هو بشكل فلسفي ثم بعد ذلك เดيادوا الإجابة عن السؤال في العرض وأل되هت إجابة عن السؤال لماوي كنتك تلتز cylinder أخرى لا تتسهرون بكثير نمو هذا الوقت سوف تتسهرون لكي تتسهرون بشكل عادي لذلك نتمنى منكم أن تتسهرون ونجدون منكم بشكل عادي في العلوم إن شاء الله يتكون جيدة سهلة وتقدروا تخدموا فيها الكامل إن شاء الله تكونوا استفدتوا من القناة وفي أمن الله لليسعيدة وغدوا إن شاء الله